السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو تتمة لتعلم اللغة البرتغالية والفيديو الثاني حول الحروف الساكينة إذن قبل ذلك طلب صغير فقط الدعم عبر قناتي عبر اليوتوب هذه الديليز وذلك عبر اه سبسكرايب بالانجليزي او اه اشتراك او متابعة بالعربية تفعيل جرس وبعد ذلك لايك او اعجاب للدعم والاستمرار وشكرا جزيلا لكم اذا نستمر في هذا الدرس ونبدأ بالفونيتكا زي حرف زي حرف زي الذي لديه صوتين الصوت الاول زي سيجيدو داش فوكيش عندما يكون حرف زي متبوع بالفوكيش ينتقو زي مقابلة في اللغة العربية وهنا بعض اه بعض الامثلة كما تلاحظون الزول ازرق الزار سوء الحظ ديزيمبر ديسمبر زيرو سيبر كوزينيا مطبخ زونة منطقة اذا زي متبوعة بالحرف متحرك او الفوكيش ينتقو زي اذا كان زي نوفينا دا بالابرة ينتقو على صوت ش بالعربية هنا بعض الامثلة ديش عشرة لوش ضوء باش سلام أطريش ممثلة أغوش أرز غباش صبي أو ولد إذن في الآخر الكلمة ينتقو بحرف ز بش الآن حرف أغ فنيتك أغ فنيتك أغ إذا كانت نوميو أو في نادة بلابرا يعني في الوسط أو في الآخر الكلمة ينتقو بالر بعد الأمثلة شكرا فالار يتكلم بورتو مدينة بورتو كارو باهظة الثمن كديرا ترينتة ثلاث أما إذا كانت نوميو يعني في أول الكلمة أو precedido د ن إ ل يعني قبل أو إذا كانت دابلو ينتقو مقابل بالعربية أغ أو إخ بعد المناطق تسمع الصوت إخ أو في الغاليبي هو بعد الأمثلة كارو سيارة غو شارع رمضان رمضان جينغو صهر مغوكش المغرب غاتو طقر قغافا قنينة ملغو طائر اسمه شحر الآن حرف غ أو غ التي لديها صوتين كذلك غ و ج عندما يكون غ سيقيد د أ و إ ينتق ج مثل اللغة الفرنسية مثلا جيش تباشير جيشتاو إدارة جينت الناس كنجلادو جمد ماجيكو سحر جرال ماجيكو ماشي سحر ما يعرف وإنما سيق مو بهير سيق سحري عندما يكون غ متبع بال أو ينتق مثل غ أو غ أحضر غ ليس غ يعني لا يوجد مقابله باللغة العربية غ عندما يكون غ متبع ب إ سيقيد د إ و إ بعض الأمثلة غ غ بورتو جيش بورتوغالي ميجال ميجال اسم غ غ غ غ غ غ غ غ غ مدينة بورتوغالية من غ لا أحد أو في حالة لغ متبعة بالحروف الفكيش سيقيد الفكيش آ أو 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 بعد الأمثلة غ غ غ ججاجة غ يعجب غ غ غ غ الآن تساوي غ غ غ أو بار غ غ غ غ ي 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 لديها أربع أصوات هي ليست لديها قواعد ولكن سنحاول تبسط بعض الأمور حول هذا الحرف هي في الغالب حرف الشيش ينطق بالشين غالبا ينطق بالشين برنسية جوال حرف الشين بعض الأمثلة شيريف ميشيكو ميكسيك شال شال بايش سمك كايش علبة أو صندوق كايش وشكو في الحالة إذا كان شيش نشبالاب رشكي كومن سنكون يعني الكلمات اللي كيبدو ب أي وشيش متبوعة بالفوكيش متبوعة بالفوكيش بالفوكيش الخامسة هنا الحرف هذا الشيش يقرأ بعض الأمثلة إزام امتحان إزشت يوجد إزاجر 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 مبالغة إزامبل مثال إزسسيو تمرين إزاتو بالضبط الآن الحالات الباقية هي حالات بعض الكلمة القليلة فقط الإنسان يجب أن يحفظها حرف شيش ينتقو كس نشبوكش بالاورج يعني بعض الكلمات اللي يخصنا نحفظهم فقط بعض الأمثلة تاكسي سيادة الأزراء بوكس ملاكما توكسيكو شيء سام رفليكس شيء مناكس أو كذلك طبعا كذلك نشبوكش بالاورج بعض الكلمات نحفظهم بعض الأمثلة ماسيمو حد أقصى بروسيمو تاتي ولا شيء قادم الفونيتيكا أقا الفونيتيكا ناو ليدو كواندو سيكيدو داش فوكيش يعني إذا كانت متبوعة بالفوكيش حرف المتحركة لا ينتق بعض الأمثلة أوج ديوم أو معين رجل أورطلة نعنا أورا ساعة أبيت الساون ساكن أشبطال مستشفى ونكون قد أنهينا هذا الدرس والحصة الدرس القادمة إن شاء الله سيكون حول مقاطع الصوت وقواعد وقواعد تشديدها يعني الصيلبة أو الصيلبة ومفتزار 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 كيفش أننا نحط الشدة وقسم الكلمة عبر الأصوات لا تنسوا دعمنا عبر اليوتيوب للاستمرار والعطاء ما هو أفضل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر